رحلتي مع الألم نور. الأخت رشا طبعا تظهر بالعديد من الأوقات على القنوات الفضائية وبشكل خاص على برامج ليكن نور. أخت رشا الحمد لله على سلامتك وأهلا وسهلا في برنامجك وفي محلك وفي بيتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا خنيزار. أهلا يسلمك. صوتك شوي ضغيف يمكننا بدنا نشده شوي اليوم. نعرف أنه يمكن مش سهل عليك. لكن أنا متأكد أنه الرب سيعطيك نعمة وحكمة. في البداية إحنا رح نتكلم عن هاي الرحلة. اللي لفت الانتباهي أنا أنا كاتب بالموضوع رحلة الألم. بس لما طلعت أنت هيك بتحضره وبتكت بيه بتقولي رحلة حياتي مع الرب. ما ضفتيش كلمة الألم. شو السبب؟ لأن رحلة حياتي مع الرب أنا واثقا في معيات الرب. أنا واثقا أنه هو أمين. بغض النظر أنا بعدي في أي طريق إذا كانت طرق رحبة أو طرق ضيئة. أنا واثقا في معياته واثقا في أمانته واثقا في رعايته واثقا في أنه هو أبوي اللي بيهتم بكل ظروف حياتي. فأنا ما أقدرش أصنّى في الألم لوحده. يعني ما أقولش رحلة حياتي مع الألم. لأن أنا رحلة حياتي مش مع الألم. أنا رحلة حياتي مع الرب اللي بيجهزني بقى. يعني كتب يقوله أصعدنا من وجهة ضيق إلى راحب اللي حصرة فيه. فأنا بعدي في دي. بعدي في راحب. بغض النظر أنا فأعدي في إيه. أنا مع الرب. معي التي لا تنتهي إلى أن نرقاه ونكون معاه دائما.